بعد سنوات طوال يقر العراق ميزانية استثمارية لتطوير حقل مجنون النفطي العملاق الواقع جنوبي البلاد هذا الحقل الذي يعده خبراء بأنه أحد أهم روافد الاقتصاد العراقي في حال استغلاله بالطرق المثلى حيث يقدر احتياطيه بنحو 38 بليون برميل من النفط مسؤول تنفيذي بقطاع النفط العراقي أكد أن موازنة العام الحالي أجازت الاستثمار بالحقل مشيرا إلى أن صادرات الحقل توجهت نحو الخام الخفيف بعد تقليص صادرات العراق الكلية حسب اتفاق أوبيك بلاس الميزانية وضعنا لهذه السنة مليار ومئة وخمسين لدعم المشاريع والاستمرار بالعقود التي تعمل من أجل تطوير الحقل الاستراتيجية التي تبعد في حقل مجنون بعد التخفيض طاقة تصميمية للحقل الحالية المنشآت 240 ألف برميل في حين نفط خفيف وثقيل في حين أنه بعد التخفيض احتمدنا استراتيجية تصدير النفط الخفيف لكون أسعار أعلى من النفط الثقيل وفي إطار خطة تعزيز الإنتاج أكملت شركة شينبرغير المحددة نصف أعمال حفر أربعين بئرا نفطيا بموجب عقد منح عام 2018 فيما ستعمل شركة الحفر العراقية التي تديرها الدولة على حفر أربعين بئرا إضافيا خلال الفترة المقبلة يذكر أن حقل مجنون قد صنف كحقول المشتركة مع إيران بالإضافة لحقول أبو غرب وبزرغان ونفط خانة وحقول عراقية أخرى تدعي إيران أنها مشتركة بين البلدين وفي نهاية تموز الماضي وفي تصريح لوزير النفط الإيراني بيجين زنجنة أكد فيه زيادة إنتاج بلاده من حقول مجنون من سبعين ألف إلى أربعمائة ألف برميل يوميا دون الرجوع أو التفاهم مع الحكومة العراقية بالمقابل كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية بهاء الدين نوري على أن استثمار الحقول من جانب واحد سيسبب مشكلة حقيقية للعراق وطالب الحكومة العراقية إلى تفعيل اللجان المشتركة لوضع آلية الاستثمار المشترك لهذه الحقول يضعوا إلينا مباشرة بغداد الخبير الاقتصادي والنفطي حمزة الجواهري سيد حمزة أهلا بك شكرا لقبول الدعوة كيف تقرأ اقرار ميزانية بقيمة مليار وخمسة عشر مليون دولار للاستثمار في حقول مشتركة أبرزها حق المجنون في جنوب العراق مشتركة مع عيرا أن أتحدث هنا تحية لكم ولمشاهديكم الكرام الحقيقة والمبلغ مليار ومية وخمسين مليون دولار كان يفترض أنه هو يقر قبل هذا الوقت بكثير لكن يبدو أن الشح بالأموال بسبب جائحة كورونا والتقليل من التصدير وانخفاض الأسعار هو الذي أخر الموضوع لأن هذا الحقل عنده أهمية كبيرة وكان ينبغي على شركة نفط البصرة التي استلمت الحقل بعد شيل من خرجة من الحقل أنه تكمل أعمال التطوير المرحلة الثانية المفروضة أنه يوصل بها الانتاج إلى أربعمية وربما أربعمية وخمسين ألف برميل باليوم ممكن للحقل هذا أن ينتج كميات أكبر بكثير من النفط لأنه الاحتياطي الذي يبيه الاحتياطي عائل ثمانية وثلاثين مليار يعني الدول كاملة لا تمتلك هذا الاحتياطي لكن هناك تركيز الآن على المكامن التي هي بها نسبة الغاز عالية إلى النفط حتى يمكن الاستفادة من هذا الغاز سنتطرقنا هذا الموضوع سنتطرقها لكن هناك من يتسأل عن توقيت الاستثمار الآن في هذا الحقل يعني يقال أن إيران قررت أن تقوم بإجراءات أحادية الجانب قبل أعلان العراق أن يستثمر في هذا الحقل ما دقة هذه المعلومات سيد حمد؟ لا حقيقة هو العراق استثمر وكانت شل تعمل بالحقل لكنه شل بعد أن قلصت أعمالها بالصناعة الاستخراجية للنفط تحولت إلى الغاز فتركت الحقل إلى الدولة العراقية والتي كلفت شركة نفط البصرة بالإعلال محل شل الآن الحقل هو منتج 250 ألف برميل باليوم والبرامج الموجودة يعني خلينا نقول 250 جاية أخرى يعني 450 يوصل للحقل وهناك خطط للصعود بالإنتاج إلى مستوى أعلى ربما إلى 800 ألف برميل باليوم هذه البرامج موجودة ومعدة لكنه اللي أخرى هو الشحة المالية لدى الدولة أستاذ حمزة العراق عضو في منظمة أوبيك يعني أنت سيد العارفين لكن وضح لنا كم ينتج العراق أو كم هو الالتزام أو الرقم المحدد على العراق بالتزامهم مع منظمة أوبيك وأوبيك بلس وهل سيؤثر الإنتاج 450 ألف برميل هل سيؤثر على التزام العراق مع أوبيك بلس؟ هو حقيقة إحنا عندنا الإنتاج تقريبا الكل الآن من العراق حوالي 465 ألف برميل باليوم طبعا اللي يصدر منعدها هو حوالي 3 ملايين المفروض 3 ملايين و 800 أو 850 لكن الآن نصدر أقل من هذا الرقم بسبب قرارات أوبيك بتخفيض الإنتاج للمحافظة على الأسعار عموما هو من ترجع يعني إحنا راح يرجع عندنا التصدير إلى مستوى اللي كان هو بـ 3 ملايين و 800 ألف برميل باليوم أما عن الزيادات لأنه حقيقة أنه العالم كله الآن هو يتجه أيضا إلى زيادة بالإنتاج لأنه دائما مع ارتفاع معدلات التطور أو معدلات النمو الاقتصادي في البلدان يعني أكون عندنا زيادة لازم تكون بالإنتاج والعراق إلى حصة من هاي فتعرف أنه البرامج التطوير هي برامج طويلة الأمد يعني إحنا ما نقدر نتأكد أنه إش قد راح نسوي خلال السنة يعني إش قد راح نطيف إنتاج ربما نحتاج للميتيين ألف برميل ربما نحتاج سنة أو سنتين حتى شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي والنفطي حمزة الجواهري كنت معنا وبشرة بغداد شكرا لك سيدي شكرا لك